تنفيذا لتوجهات سيد الرئيس عبدالفتاح سيسي القائد الأهلى للقوات المسلحة تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة يأتي ذلك بالتعاون مع القوات الجوية في كل من الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلشيكا تنفيذا لتوجهات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع نظيرتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة يأتي ذلك تزامناً مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوي الممتد على مدار الأيام الماضية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة لتعويض النقص الحياة في الغذاء والدواء جراء استمرار الأزمة الراهمة وذلك انطلاقاً من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق اشتركوا في القناة